السيدة الموهبة من القارة تتفضل؟ السيدة الموهبة السيدة الموهبة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم حضركاته يبدو أن أنا أتمنى على حضرك بس تتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت حاضر 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة يا شيخ هزاك يا شيخ الحمد لله فضل ونعمة تفضلي بقول لها حضرتك أنا عايزة أعرف حكم الجين في الست اللي تتجوز وترمي ولادها أكيد مش أنت بتكلمي عن حد تاني صح؟ أي واكيد طبعا طيب بس يا ست رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المرأة والرجل تكلم عنهم على أنهم رعاة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع ومسؤول عن رعياتي والمرأة راعية في بيت زوية ومسؤولة عن رعياتي وحضرت النبي قال أن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وكذلك من أعظم الإسم أن يضيع المرأة من تعول فلذلك إلا حاصل لازم نشغل مفهوم زي ما احنا بنتكلم عن عقوق الوالدين لازم كمان نتكلم على أن في بعض الناس بمارس عقوق الأولاد يعني لما واحد تتجوز وترمي أولادها بدون دمب ولا داعي مجالس هي مش رمي أولادها ولا حاجة هي مش قادرة عن نفقتهم مش قادرة عن نفقتهم خالص وزوجها ولا عايزوا بالله بيرازيها بقيت عيه إمرأة معيلة وفي نفس الوقت جوزها مش رادي يدلها أنها نفقت الأولاد ولا نفقتها فبتضطر يعيني لازم تسيب الأولاد عنده عشان هو ينفق عليها بيقولها لو ما سبتيش الأولاد مش هنفق عليهم طبعا ضحراء بس هو خلاص فالست دي متساوية مع الست اللي هي راح تترمي الأولاد وهم في حضنتها وبتاخد نفقتهم فرمتهم لأن هي في الحقيقة عملت حاجة ظاهرة موجودة عند الرجال اسمها طراء الأولاد فرح تيام طلع الأولاد عشان إيه أنت تنتقم منه في ناس عندهم نفس الشعور ده وتسيق ده أنا شايف أن الناس اللي عندهم ده محتاجين بالفعل يذهبوا لحد يعني يذهبوا لمتخصص نفساني لأن الأصل المرأة التي على فطرتها ما تعملش كده في أولادها ولذلك ده حرام ده من أعظم الاسم أن هي تضيع أولادها بس لازم في نفس الوقت بدل أنت اللي مش أنت صاحبة المسألة دي لازم أكون أنا منتبه أن السؤال ده ممكن يكون السؤال مفخخ يكون وراء رسالة الحد والحد ده وتملوش زم فلازم أتكلم عن الحالتين على حالة المرأة اللي هي مضطرة أن هي تسيب أولادها لأنه ما عندهاش نفقة وحالة المرأة اللي هي ما كانتش مضطرة وضيعت أولادها وده اللي أسمها هيكون عظيمة ترجمة نانسي قنقر